ياسر إبراهيم يتحمل جزء من هدف المباراة عشان بعض الناس حملوا ياسر إبراهيم لا 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 هي أصلا وضع جسمه كورما العوبة في ظهره وهو طلحها على قد ما قدر يعني بشكل عادي جداً هي ممكن تكون هي مش جامدة شوالك إن هو طلحها عادي بس صعبة 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 جداً عارف يا عارف كمان مع الديا وضقي عشان يشيلها بالشكل عارف بالزبط هي زي كورك مين بالزبط زي كورك محمود علاء في مواتش النهاء أفراك بس محمود طلحها بالراحة يعني محمود يولام عليها لشان هي بيهده ومواجه فقدر أطلحها في اتجاه لكن أنا مكون الكورة ورايها وأنا عامل باك ويرد ومطلحها فأنا على قد ما قدرت ما أقدرش إن أنا أطلع أكثر من كده يعني مش تخزن مني أنا حلص وضع جسمي إن أنا مقدرش أطلع الكورة أقوى من كده واخد بالك ما جاتش هدف مباشرة يعني ما ألاشتش الواحد رحشاته هو وجون جاب جوه وانا نرجع بقى للنقطة اللي كان بيقولها الكابتان أحمد على الهدف بتاع الزمالك الأول إنه هنا يتحمل الهدف الآلي اللاعب الوسط المدافع لما تردد يتحمل المسؤولية حتى شناوية كيتجيله في الزاوية بتاعته الداية حتى لو كيتقواها جداً في أكثر من اللاعب ممكن يتحمل مسؤولية الهدف وده طبيعي يعني أنا بشوف أي خطأ لا بتاع الناد الآلي الهدف بتاع الناد الآلي لا مختلف عن ده تماماً لا ما أقصدش إنه شبه الهدف أنا أقصد إنه في أخطأ بتبقى مشتركة مش بقول إن الكرام بصوح أولاً بس بقول في خطأ مشتركة حتى ياسم ما يتحملوش لوحدة الناس حمالي يتياسر من خطأ لوحدة هتحلل أي خطأ هتليه خطأ مركب بس بنسب تلاقي واحد غلط عشرة في المية واحد غلطة في المية واحد ديادي الغلطة بتاعته زي ما كابتو قال قال هي بنسب هي نسب حتى بالكرامة بتاعت المسلوسي أنا شايف ما هو قال بيقول لي إن هي مسافة بعيدة بس أنا شايف أنه كان ممكن يتعامل فيها أحسن من كده يعني هي شاسيباً حاولي بص أنا عندي قناعة في الدفاع طول ما أنا عندي فرصة إن أنا أفكر في كذا حاجة في الكرة إن أنا أطلحها مثلا أطلحها أوقفها يبقى أنا كده غلطان هو المسافة بعيدة أوي حتى لو 15 رضا دي بيدها جدا إن أنا أخد كرار أخد كرار أنا ممكن أشيلها هو بيوقفها بطريقة متزحلها منه هل هو ما عندوش خبرات إنه شايف إن الأرض فيها مطرة ومبلولة فأنا ممكن التوقيفة دي في الحتة دي تبقى خطرة أخد الرزق ما نبصليش مش هرد عليك مش هرد عليك ما أنا أقضي أنا أقضي كده طيب لا أنا عايز عليك أنا أجماع اللي لعب كرة وعنده حساسية الكرة وعنده كسة الكرة لازم يفكر مختلف تماماً عن ورقة أنا ما لعبتش كرة بس يكامت أن أحمد لعب لازم لا 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 أنا مش بأكلم عن أحمد أنا بأكلم عن ناس الورقة أو الألم مختلفة تماماً عن الكرة ليه؟ لأن حتى إنت لما تيجي تحاسب لعب بتحاسبه على الفكر مش على التنفيذ لأن أنا ممكن إيه كريم فاضي صح؟ أنا عايز ألعب لك الكرة كريم أنا شايف إن ده الصح حصل حاجة خلى التنفيذ مش صح تمام؟ فأنت تيجي تقول إيه؟ إيه اللي إنت بتعمله ده؟ أنا أنا بحسة اللعيب بحط نفس مكانه فأنا عارف هو كان بيفكر فيه ما هو عايز ألعب كده؟ مم تمام؟ بس التنفيذ خانوا التوفيق شوي مم فهلع طب أعمل إيه؟ هو واحد تاني قلش يعني يقولك إيه؟ أنا جاي أعمل أوفر جات في الجون قلش الجات جون يقولك يا ولد لا أنا عارف إنه قلش ده مش صح بس يجا الجون